السلام عليكم ومرحبا بكم معي مرة أخرى في القناة اليوم إن شاء الله هدي ينشارك معكم بريوات بالجبن نوع واحد فهم ما يستمدين عندي وكذلك سيجار اللي غدي يكون بالخضار سهل اقتصادي وكذلك الديد وما فيش مكونات كثيرة إن شاء الله يعجبوكم وتجربوهم بالنسبة للمكونات عندي البصل الأخضر طويل هدي قطعوه رقيق 4 ملاعق عندي هنا الجزر اللي مبشور أو لخيزو رقيق الكوسة أو للقاع الأخضر نين حبه كبار كذلك رأس الملعقة من القرفة كتطلع الطيبة دي لهاد الخضار وعندي البابريكا نصف الملعقة فلفل الأسود الشطة أو للسودانية وحد شوية عندي كوركم ملح ملعقة من البقدونس ونصف الداما نتع ماجي بنكهة الخضار فهي اخسياري إذا ما بغيتوش تكتافيه فقط بهاد البهارات والقرفة كثما تكارست كتطلع الطيبة دي لهاد الخضار هدي وكتوته معهم بزاف هنا عندي البصل الأخضر لغدي نشوحه في القليل من الزيت ونخليه واحد شوية حتى كيدبع بني غادي نشوحه ويدبال نضيفه عليه فقط الجازر ونخليه مع بضياتهم كذلك حتى يتشوحه مع بضياتهم لأن الجازر كياخد معنا وحد شوية دي الوقس او يعني كيبغي مدة انتع الضياب ونخليه كذلك حتى يتبال من بعد غادي نضيفه الكوسة او للقرع دائما لحبات نختارهم كبار هكا او ثلاثة متوسطين فغادي نخليهم حتى يتبالوا مع بضياتهم ونلتقيه هنا من يتبالوا بهذا الشكل هذا غادي نضيفه القرع الأخضر او لا القرع الخضره او الكوسة فغادي تكون يعني مبشوره بتشكل هذا كيف ما كتشوفه معي ونضيفه نصف الضماء انتع معجي او كيف ما ذكرت فهي اخسيارية من بعد نضيفه البهارات السعنة ونحركوهم غادي نضيف اربع ملاعق فقط من الماء اللي غادي سكون ملاعق كبيرة خليوهم حتى يعني او يتيبوا ما كياخدوش معنا وقت كتير لكن نقصو النار يكون احسن ومن بعد في الاخير غادي نضيفه البقدونس اللي غادي يكون ملعقة كبيرة مملوئة وبالنسبة الماء ما نكتروش اخواتي ونكونوا منقصين تماما على النار باش كتطيب عنا الخضر على خضرها وما كتاخدش معنا وقت كتير هنا منين نشفات عندي الخضر ولت بهات الشكل هادة يعني ما كتبقاش حتى السا يعني حس الماء وقت نشف مزيان كنضيفه البقدونس وكنحركو ونطفو عليها ونخليوها على جانب حتى كتبرد تماما انا هنا هادي نستخدم هاد العجين هادي اللي هي جاهزة فكاغ فوق بالنسبة للسيدات اللي عايشين في دول الخليج او للدول العربية عجينة السنبوسة هادي هي الخضر اللي عندنا من برداز وهنا عندي الماء والدقيق فغادي ناخد تقريبا اه ربعات الحباز او لخمسة نقطعوهم بات شكل هادة من الوسط باش اناني يعني نديرهم اه غادي نشوفو معايا كيفاش غادي نديرو في حل شكل ديال حرف تي نديرو النص والفقانية من الفق ونحطو الحوشوين تاعنا باش كن نرجعو دو كل الجوانب اذا كانت عندنا ورقات البسطيلة فاحنا كنديروش كل اخر يعني كنقطعوها على ربعة كتجينا مثلاثة وكنديروها بطريقة اخرى كتكون مغايرة يعني المثلاث الجزء اللي كيكون صغير او المثلاث فهو اللي كيكون مقابل معانا وكنلمو الجوانب وكنمشيو بنفس الطريقة اه انا هادي هي اللي متوفرة عندنا فهي اللي كنستخدمها كملت كامل الكيمية وحطيتها فات الصحن ودخلوها شوية للمجمد كل ما كتكون عنا هاد العجين باردة او لم يجمدها شوية مع الزيت السخون كتعطينا ديك القرمشة كتبقى معانا فترة طويلة هنا بالنسبة هاد العجين هاد هي اللي كتكون صغيرة اه سويتز نفس يعني الماركة فكنديرها بالجوبن كيري كل حبا كنقطعها على فكتعطيني او هاد الكمية كتيره يعني حبا انتا عكيري كتعطيني اربعات لحباة انتا استنبوصة او لا البرايوات بهذا الشكل هادة لي غدي نتشوفوه معي وآه اه صراحة إذا بغتوا تضيفو ليها لازا بروفينس الأوريغانو الزعتاري بوحدو أو للفلفل الأسود اللي كتحبوك تضيفو أنا هنا غدي نخليهم غير عاديين هكا على قبل الوليدات كان بعض المرات اللي يتحبوهم غير عاديين وإذا كتبت عفوا إذا ضفت ليهم الأعشاب المناسبة فكنكتب عليهم هدو فيهم الأعشاب وكنخليهم يعني للكبار باش يعني الوليدات ما يجيوش فيهم كلفهم بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفهم معايا كيجيو سهلين وكيف ما ذكرت حبا نتاع كيري كتعطيني أربعة نتاع الحبات كنلسقهم بالموت دقيق وكنحطهم في حد صفرة أو لبلاتو وغادي نشوفوا معايا الخدمة اللي بغيتوها مستعجلة أو لمزروبة كيجيو حتى هم مزوينين ومعتمدين عندي دائما كنحاول أنني نخلي منهم كمية كبيرة هكا يعني كنرافقهم مع الأطباق تاعي والوليدات كيجبوهم فإذا بغيتو تديرو يعني بسرعة كتديرو بهالطريقة هدي وتتفو حتى كمية كتيرة وكتبقا وتلفو وكتخليو يعني حتى المنبعد هات كتلسقوهم فتيجيو سهلين وسريعين وكذلك مبساطين وما كياخدوش معانا وقت بزاف وكيعجبو الكبار الصغار كذلك كيف ما ذكرت رافقوهم مع الأطباق أو مع المشاوي ودائما كيكونوا عندنا في الكونجيلات وصفي كمقا كنلسق وكنحط وهكا يعني كنكون درت واحد الكمية كنفرش ليهم سيفي غيزة وكنديرهم في بلاتو أو الصفرة ندخل بالمجموعة بالمجموعة الكونجيلاتو حتى كيشدو باطيتهم ومن بعد كان عاد كنحسب 20 25 أو 30 حبة في كيس صغير ويعني كن باش ما كيتلسقوش ليه مني كنديلهم هاتطريقة ما كيتلسقوش ليه هنا كيكون الزيت سخون وما كيكونوا يعني من كونجيلاتو كنخرجوهم كنحطوهم في الزيت باش كيتقلوا عندنا وكيجينا لونتاهم دهبي وما كيتحرقوش معانا وكيبقاوا مقرمشين في نفس وقت إذا قليناهم وهم ما كيكونوش باردين أو لمجمدين من المجمد فا يعني غي كي ياخدوا لينا الحارة وتعزيتوا من بات نيك أحطوهم كي دبالوا أو ما كيبقاوش لدينا ديك القرمشة هادي هي الطريقة الصحيحة دائما أي حاجة بغيتوها بنيسبة لهاد الورقة هادي أنا كنت تتكلم على هادي عكس تقريبا البستيلة أنا البستيلة كتكون رقيقة الورقة تاعة البستيلة رقيقة عفوا ويعني بسرعة بسرعة كتتقلوك تبقى معانا مقرمشة هادي كتدبال فهدي طرقتي أنا يعني حتى كنديرها في المعسلات ما كيوقع لاحتش حاجة وكتبقى معانا فترة لكن كبقى دائما كنحرك وكنعاود بهالطريقة هادي ممكن تديرو حتى طنجرة يعني تقليو فيها وتكثر شوية الزيت وكتبقى وكتحركو ما كتتهرس ما كتكسر ما كيوقع لاحتش حاجة هدا هو اللون كيجي مذهب وكيجي الجميل كيف ما شفتوا معايا وكيجي وكلهم لون واحد لون موحد فضروري ما كنحافظوا اليوم اننا كبقاو نقلبو فيهم كل شوية من بعد غدي نحط السيجار انتع الخضار نفس الطريقة كنبقاو حتى وكنقلبو فيه وان شاء الله تعجبكم طريقة تتعيب هاد العجين هادي الي هي سويتز كتجي ممتازة وكتأدي الغارض وهنا كيف ما كتشوفوا معايا دوشة كنساها عن قرب وهنا بالنسبة السيجار فحتى هو كنحطو كنبقى يعني ردة معاها البال كنبقى كنحركو كنعاود وضروري ما اننا نقلبوه حتى نكملو الكيمية اللي عندنا قدمتو بهالطريقة هادي بالنسبة لهالبريوات تاع الفروماج كندير واحد العويدات اولا كيوغدون كنحط فيها الزيتون لتيكم شرمل اولا كحل اولا عادي باش هكا كناخدو الحبانتع الزيتون مع الحبانتع سنبوسة اولا البريوة بنكهت بطعم الجبل لانك تكون بدون اي ناكهات فكيتوتى الجبن مع زيتون وان شاء الله يجبكم فيديو الى اللقاء اشتركوا في القناة